تم التحق تم التصال بنا من طرف جمعية الانساط في مراكش الممكن حديثة العاد لتواكب الملف في الابنت خديجة على أسألنا ندير الملف حول جميع الأمراض الممكن تتعرض لها في خلال هذه الفترة التهريب اغتصاب ديالها عرضناها على الطبيب ديال النساء والتوفيد درناها اندوسي في الديكوغرافي شاربي انه ما عندها حتى شي مشكلة لمستوى ديال الولا ديالها ودرنا تحليلات ديال الدم في اللابوراتوار ودرناها بريلغمو فاجينات باش تشوفوا لا تكون عندها ديالما رادي سيكشير مو ترمسيسيبل إذا باقي كان سنو في تحليلات فاشي خرجو حاليا ودك ساعد نشوف ولكن انتراتمون ميديكا اللي عادية تتبعو غدا نعتوه لها ما كانت انتراتمون رادي تعطيها لبينون الجمعية شافها الدكتور ديال الاختصاصي ديال الجلد شاف بانه عند التهابات في الجلد متيجة ديال هادك تتواج اللي يقدر لها في الكور ديالها أعطاها انتراتمون رادي تأخذه ريتما انه يمكن تلتحق بشي طبيب اختصاصي في التتواج الجمعية اللي يمكن عرضها على شي طبيب باش يحيلوا لهذاك التتواج اعتقد انه هادك التتواج سيزول الى الدرلو اللازير انا بالعكس انا يمكن نمشي بعيد نمشي بعيدة القضية انه لا يجب ان تكون تأثيرات بسيكولوجية على البنت هذا هو يعني ما يجب ان يكون آني او او باراليل نمشي بعيدة في هذه الزيارة الاطباء سيشوفها طبيب اختصاصي طبيب نفسي امسيكياتر او امسيكولوج واحد ازال نفسها فهو الاقل في هذه الأول01 يدون أن ارتب ليها نعكس السلبية على المستوى البعض لها وكون ذائق على الموقع لانه باقي انتضي 17 سنة هدو والتبعات وهدو الذي يتخوف انا ولكن اتكلمت مع خديجة من القبل وقعت لها دونها يمكن هناك جانب ايجابي و جانب سلبي لالأسف لكي تعيش في وحد الدوار يمكن أن تكون حافظة أنها تستفيد من المجتمع الكامل ونستفيد ونستفيد من هذا الوقات الخليجة أنا فجأتني فجأتني أن كونها المستوى ديالها لم أكن أعتقد أننيم الذي يطريح قدامي في البرو ستتكلم بمستوى المرتفع هي عاشت في قرية نائية تعرضت لهذه المشكلة والتي تتكلم بمستوى المستوى التي لديها ثقة في نفسها ويمكن عندها تقلية كونت مع العلاقات الإطارات التي تصلوا بها ويمكن الجيران والناس التي تصلوا بها كونت واحد الشخصية التي كتبت لي قوية ويمكن هذه ستعطيها حافظ أنها تذهب إن شاء الله بعيد